موسيقى مساء الخير وأخيرا شتت الدنيا وارتويت شوي الأرض بعد شهرين من الجفيف هالأمطار فرحت قلوب المزارعين خصوصا بمنطقة عكار لأن الجفيف والأضرار ضربت المزرعات وشحة مياه اليانابيع حتى أنه في عدد كبير من المزارعين بطلوا يسقوا مزرعاتهم بسبب الكلف العالي لجرارات المياه وسعر المزوط العالي إن شاء الله تضلت شتت الدنيا بركب تعود هالأمطار جزء ولو بسيط مما خسرته طبيعة لبنان اللي كانت تتميز بالخضار والتلج والمي بالعودة لطقسنا طقس شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشر إلى البحر الأبد المتوسط بسبب كتال هواية باردة عم بتأثر على منطقتنا أما الحرارة فمنخفضة نسبياً لهوا متوسط الصرعة رتوبة عالية البحر مائج شوي وحرارة ميهو 18 درجة اللي اللي تقسنا بلبنان غائم مع أمطار متقطعة وعواصف رعادية متفرقة مصحوب بريحنا اشتاء أحياناً وانخفاض بدرجات الحرارة ممكن نشهد تساقل فلوج اعتباراً من علوء 1600 متر وما فوق لبكرة تقسنا غائم مع أمطار متفرقة وانخفاض إضافة بدرجات الحرارة وبتنحسر الأمطار ابتداء من ظهر بكرة مجموعة المتساقطات من قيلول لحد اليوم عم بيسجل 281 السن الماضي 701 والمعدل عام 493 ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 10 على المرتفعات 6 بالقرس 2 تحت الصفر والبقع درجتين ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 6 بالقبيت ترابلوس 18 وجبال 18 برمانة 16 برمانة 17 درجة ومننتقل من بعدها إلى صيدة 18 صور 17 درجة بنتج بال 12 نبطية 12 راشية 12 زحلة 13 درجة بعلبك 15 أما الرطوبة فبتتراوح بين 55.90 بالمية حرارة سطح الماء 18 درجة وسرعة الريح بين 10 وال50 كم بالساعة والريح جنوبية غربية بتقوى ببعض الأحيان كيف رح يكون التقس الليلة واليومين اللي جايين للليلة 10 أدنيها أقصها 17 نهار الأربعة بتتراوح بين 8 و 17 والخميس بين 8 و 17 ودايما فيه أمطر نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية بغداد 24 ديماشك 17 منتقل من بعده إلى الجزائر 18 نواكشة 32 والقاهرة 20 ومننهم مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل 10 وروما 15 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة